السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم معي اخوتي اخواتي من جديد نتمنى تكونوا كاملين باخير او الاخير ما دين وجدوا واحد الوصفة ضمن رايبي ديال الرمان او او مركز سميدة سميدة رقيقة سميدة رقيقة جد وسهل وكتو مجولة ولا تحمر لوجه معددها في اطلباتي اعجبكم وفي التحديد في موضوع قطعة كأس الروبع الروبع المرش كأس ريبي 8 جرم خميرة كأس صغير ساندة نصف كأس العنب نصف كأس الكوك نصف كأس العنب زيت وبيضاء نصف كأس العنب نقوم بحرشة نضع سميدة الشباب الكوك السكر السكر بيضا نضع لها الزيت اللي ما عارف شنو هو الكأس دي اللي نبع يعني بالعبار هي 120 جرام اما النصف غدي تجيلو 60 جرام او 60 مليلتر 60 مليلتر دي الزيت 60 جرام دي السكر 60 جرام دي الكوك الكوك ما بصراحة ما عبروش يعني درت نصف كأس وضعت للملحة كنت نسيت محتتهاش في المقادير هو الكوك خفيف ماشي كيف سانيدة دقيل او سكر سانيدة قدكش اللي كتعبرو بالسكر عبرو بها الكوك والسلام من بعد ما دخل دي الزيت كاملة ودك البيض مع الحرشة ديالي سوف نضيف رايبي شوية بشوية ما غاديش نضيف دقة واحدة وغادي نضيف 8 جرام ديال الخميرة ديال الحلوة او الشاسية ديال 7 جرام ونصف اللي كتتواجد في المغرب المهم عدنا 8 وعدنا 7 جرام سبعة ونصف وثمانية غير كيف كيف وغادي نزيد شوية يدي الرايبي تبعو معي الوصفة اللي عملتوها كيف ما عملتها غادي تقول لكم ناجحة وما غاديش تحشمكم وغادي تقول لي معتمدة عندكم كيف ما قلت لكم في الاول سورتو الدراري يعني هي الرائحة ديالها والمندر ديالها كي يكلوا الكبير والصغير حتا حصلت عليها على هاد الشكل هادا كيف ما لحطوا معي هنا رايبي مازال بقالية بقالية الربع ديال العلبة ديالها رايبي وهنا غادي نخلطها مزيان وغادي نغطي عليها بوحل الفيلم وغادي نخليها ترتاح واحد ثمانية ديال دقيق غير جوج دقيق وكنخلط فيها حتى توصل ثمانية ديال دقيق وغادي نرجعو باش نشوفو كيفاش ولت في القوام ديالها من بعد ثمانية ديال دقيق وحنا كل جوج دقيق او ثلاثة كنخلطو فيها من بعد ما دزت عليها تمنية ديال دقيق العجينة ديالي او الحرشة ديالي غادي تكون على هاد القوام هادا لاحظوا معايا يعني تشربات داك شي حسب سميدة كين سميدة اللي او الحرشة اللي كتشرب مزيان وكي اللي ما كتشربش مزيان شتو القوام ديال هاد جمع مزيان ولكن انا ما زال غادي نزيد فيها واحد ثلاثة ديال ديال السميدة من جديد لان خاص القوام عاد شوية جمع فانتمي لا كانت عندكم سميدة جمعات شوية اكتر من هكدا خليتوها ارتحت بزايا في يعني واحد ربع ساعة او عشرين دقيقة ولا المهم كانت عندكم انه عادي يستميدة كتشرب مزيان فما يمكنش باش تزيدو هاد ثلاثة ديال معالق يعني غادي يكون كافي داك القوام اللي حطينا في الاول المهم إلا كانت بحالي أنا زيدو فيها ثلاثة ديال معالق حتى تكون بحال هاد القوام هادا وما زال غادي نوري لكم لتيكنيك ديلها باش تكون نجحة وما تزلعش لكم في الفور هنا عندي واحد يجمع القديل الزيت او ملعقة كبيرة وعندي الكوك وعندي واحد اللات اللي غادي نحطها في الفور مع واحد الورق الخاص بالطبخ غادي قبل ما نحطي ديال في العجين غادي ندهنهم شوية بالزيت عاد المرحلة ديال الزيت مشي كل ما ندرو حبا ندهنه بالزيت ولكن مره مره فاش كنشوف ورصنا خاصنا شوية ديال الزيت نعملو الزيت وغادي نبدي ندير في الكويرات ديالي او نعمل الكويرات ديالي لها الشكل هدا وغادي نحطوهم في الكوك وغادي نعاود اللويهم يعني في ديال هاكدا بهاد الشكل بالنسبة لتيكنيك الثانية باش تنجح لكم الحلوة او الحرشة يعني فاش كنحطوها في اللاتة كيف ما كتلاحظو وكان بدي نعمل ثانية والثالثة يعني الاولى ما كنشوفها ايش ساحة او تزلعت في البلاتو يعني بقات في القاوم ديالها كيف ما حطيتها هدا هو السر باش غادي تنجح هاد الوصفة اما الى كانت الوصفة جارية بزاف او مطلوقة بزاف فالقارانتي ديالها ما مضمونش يعني فاش غادي تدخل الفور غادي تسيح شوية وغادي مط في اللقش يعني ما غاديش يكون فيها داك بحل غريبة بالبهلة يعني غادي تكون واحد القطول اللي هو بنين واللون دياله زوين ولكن ما غاديش يكون فيها داك الشق يعني ديال الغريبة المهم خس فاش نحطوها في اللاتة ديالنا ما كتوليش تضح لنا في اللاتة ونعاودو نصوبوها بليد لا خس كيف ما نحطوها كيف ما لقاوها انا كنكتر عليكم في الهدراء غير باش تديو تديو تجربة يعني كاملة ومكمولة ما يكونش ناقصة ولا تعملوها وما تصدقش ليكم غادي نستمرو نستمرو كيف ما كتلاحظو مرة مرة كنديرو يدينا في الزيت وكنهزو الكورة ديالنا ونوضعوها في الكوك ونحطوها في اللاتة بالنسبة اللي ما بغاش يعمل الكوك يعمل آآ السميدة او الحرشة في بلاس الكوك هنا يعني في يبلبل فيها القويرات آآ يعني في بلاس الكوك يحط آآ السميدة سوف نجمع هاد الربلع ليه من هنا وغادي نسخ للفور درجة الحرارة انا مسخناه دابا 180 درجة الحرارة من الفوق ومن التحت الحلوة وما حتيتش البلاتو في الواسط حتيتو درجة عالي على الواسط يعني شوية فوق الواسط الغريبة ديالنا بغيناها تشقق دائما كان قربوها شوية للنار الفوق النار كتجي فوق منها وكان قربوها لها شوية باش تكون لنا ناجحة ومشققها على هاد الشكل هادا هذا هو السر ديال الغريبة باش تشقق والسر تاني اللي قلت لكم يلاشتو فاش تحطوها في البلاتو بحالي كتها بط شوية الا ما زال خاسكم نزيدو فيها واحد المعلقة ولا زوج انتع السميدة او الحرشة وانتمنى تعجبكم غير كتاخد هاد اللون هادا وكان خرجوها بالفور يعني ما كان ما كان نقولوش اه 12 دقيقة او المويمية ما عديش تكون قلب عشرة دقيق غدي نفتح لكم واحدة تشوفو جات معلكة معلكة والديدة والرائحة ديال رايبي رائعة وانتمنى تعجبكم واللي اول مرة يشاهد القناة ديالي اشترك في القناة بفعل جرس باش يوصلوا الجديد ومصحتكم وراحتكم مرة اخرى والسلام عليكم ورحمة الله اشترك في القناة اشترك في القناة اشترك في القناة